تعالى نشوف الخبر التاني اللي برضو مهم جدا واللي هو بالنسبة الواحد زي حالاتي بيبقى كده عامل زي مقطوعة الموسيقى احنا عارفين انه فيه افطار الاسرة المصرية فانه فخامة الرئيس ده لما كنا في رمضان في الاسبوع الاخير من رمضان فخامة الرئيس تأطلق مسألة حوار وطني مع القوة السياسية ووجه بانه الاكاديمية الوطنية تبدأ تتبنى هذا الموضوع وتشتغل عليه كذلك وجه باعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي رائع اللي حصل انه بالفعل الاكاديمية الوطنية بدأت تشتغل على مسألة الحوار الوطني وجهت الدعوة بشكل واضح وصريح الى المعارضة المصرية وبالفعل هتلاقي انه على سبيل المثال اعضاء لجنة العفو او لجنة العفو بمجمالها ترحب بدعوة الاكاديمية الوطنية للتدريب الى الحوار الوطني وبتثمن ما تضمنه بيان الدعوة من اعلان ادارتها للحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تمة دون التدخل في المضمون او المحتوى وافساح المجال امام حوار وطني جاد وفعال بيجمع كل القوة والفئات دون استبعاد او اقصاء هنا بقى تعالى نتكلم حب كل القوة والفئات دون استبعاد او اقصاء فهمت من كده ايه؟ تفهم انه الكل يقف على ارضية واحدة الا وهي ارضية الوطن الا وهي المصلحة العليا للوطن ونتكلم ونتناقش ونتفق ونختلف دون خلاف فانه الخلاف في الرأي لا يفسد للحوار الوطني قضية لا يفسد للسياسة قضية بل بالعكس بتزدهر السياسة وتثمر السياسة دائما من مثل هذه الحوارات المفتوحة لازم نبقى كلنا فهمين ده انا مبارح كنت بقول النصيحة اللي اقدر دايما نقدمها لاصدقائنا ورفقنا رفاق الضرب زي ما كنت بقول دايما في مربع المعارضة المصرية على المعارضة المصرية ان تستقبل ذلك بمنتهى الزكاء الحقيقة كان هذا الزكاء واضحا في انه الكل يرحب بهذا الحوار الكل دون قيد او شرط محدش حط اي شروط مسبقة وده كان رائع جدا بالمناسبة لكن تاني الكل يقف على ارضية المصلحة العليا للوطن هنا مين المعزول المعزول هو الاخوان كده يقفون في عزلة خلاص جزيرة في المحيط الهادي تبقى ساعتها ملتقف للأعصير والعواصف الف سلامة والقلب مش دعي لهم ولا حاجة وده شيء مهم جدا وعليه بإذن الله لما هيبدأ الحوار تاني انا بجدد نفس النصيحة ألا وهي علينا وإحنا بنتحاور نبقى منطقيين نبقى أزكية طول الوقت والمعارضة المصرية ممتلئة عن بكرة أبيها بناس من رموز الفكر والعمل السياسي والمثقفين واللي كلهم دون استثناء احنا متأكدين كلنا من ده كلنا من أبناء هذا الوطن متأكدين أن هؤلاء الناس كلهم يقفون على نفس ذات الأرضية الوطنية تماما كما حدث في تلاتين ستة تماما كما حدث في تلاتة سبعة خلونا أكلمكم أكتر على مسألة الإدارة إدارة الحوار من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية الحقيقة من وقت تأسسها في 2017 كانت دائما لها ثمار ينع أنا بشوف أحيانا جزء من هذه الثمار الرائعة جدا لما بقابل بعض من زملائنا في مجلس النواب من اللي تخرجوا من الأكاديمية الوطنية للتدريب فبتشوف قدامك عقليات شديدة الاستنارة شديدة التنظيم شديدة الفهم والمنطقة ناس بتتعامل بمنطقة المنطقة وده واحد من المنتجات المهمة اللي خرجت من الأكاديمية الوطنية للتدريب وده اللي يخلي أنه أقدر أقول للمعارضة عليكم أن تثقوا ثقة تامة في أن إدارة الحوار هتتم بمنتهى الاحترافية ترجمة نانسي قنقر